تستحق هذه السيدة أن تكون حزينة فبعد التحليل اكتشفت أنها مصابة بفيروس نقص المناعة المسبب لمرض الإيدز هي تعيش في زنبابوي التي تبلغ معدلات الفقر فيها 75% وهو ما يضعف قدرة الدولة على توفير علاجات المرض التي تبلغ في قيمتها 10 ألاف دولار لكل مريض في العام الواحد لكن المشكلة الأكبر هي الوعي الوعي بخطر فيروس نقص المناعة الذي يصيب 13% من السكان وهو ما دفع 40 نائبا من أعضاء البرلمان إلى إجراء فحص طبي للكشف عن وجود الفيروس خطوة رمزية مهمة في بلد يحظى فيه نواب الشعب بالثقة وشعبية ونفوذ لا يوجد ما يخيف الناس يجب أن يعرفوا حالتهم الصحية وإذا عرفوا أدركوا كيف يعيشون هذه هي الطريقة الوحيدة لتقليل انتشار بريروس نقص المناعة المكتسبة الوعي إذن هو ما دفع تينداي مهاكا إلى الاعتراف بمرضها بل وإلى العمل ناشطة في نفس مجال نشر الوعي بالإيدز أستطيع الآن أن أخطط لحياتي أشعر بالراحة على مستقبل أولادي وهذا يساعدهم في فهم هذه المواضيع تبقى هذه الحملة من قبل 40 نائبا من نواب البرلمان محدودة في أثرها السياسي حتى وإن شملت ختان عشرة نواب آخرين كمحاولة لتوجيه الرأي العام إلى سبل التقليل من الإصابة بالمرض فرئيس البلاد روبرت موغابي قابع في السلطة منذ أكثر من 30 عاما ولديه ما يشغله صراع مع المعارضة ومقاومة للغرب الفارد لعقوبات اقتصادية مؤلمة مؤلمة على هذا الاقتصاد المتعثر أصلا كما أن المساعدات القادمة من الغرب للعلاج قلت في ظل أزمة اقتصادية عالمية تعصف بأمريكا وأوروبا ليبقى ثالوث الفقر والجهل والصراع عقبة أمام نشر الواعي الباقي حبيس هذه الخيام مصطفى المنشاوي بي بي سي